مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الإفريقي وبالتنسيق مع الجمعية الوطنية أضواء رئيس والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ينظمنا ملتقى وطني حول تجارة المقايضة الحدودية الجزائرية ودول الساحل الإفريقي وأفاقها وعن هذا الملتقى يقول منظمه يهدف هذا المؤتمر بداية إلى العمل على تنمية الدموماسية الاقتصادية الجزائرية على مستوى إفريقيا والتواجد على مساوهات الدول خاصة في دل الدخول إلى مناطق التجارة القارية الإفريقية وأيضا السوق الكبير بحوالي أكثر من 1.4 مليار مستهلك هذا الملتقى الوطني الذي تنظمه جامعة أضرار في دل اهتمام سلطات العليا بانفتاح الاقتصاد الوطني على السوق الإفريقية التي تعتبر من أكبر الأسواق بتعداد 1.3 مليار مستهلك يهدف هذا الملتقى طبعا إلى تقييم المكاسب التي أنجزت هذه الجزائرية في تجارة المقايضة المشاركون في الملتقى أكدوا أن البعد الإفريقي حاضر في مناقشة ورشات الملتقى أعتقد البعد الإفريقي للموضوع المختار لهذا الملتقى هو بعد حيوي وحقيقي لماذا؟ لأن البعد الإفريقي فيما يتعلق بالتعبادل الاقتصادي إشكالية الحدود، إشكالية البينية بين دول الجوار هي جديرة بأن تناقش ضمن ورشات هذا الملتقى وضمن الورشات التدريبية التي سوف تنظم خلال هذا الملتقى العديد من المداخلات سوف تكون أو تعنى بالجانب الاقتصادي وضرورة تبادل حيوي وضرورة أنعاش الحياة الاقتصادية ذات العلاقات المشتركة بين إفريقيا ودول ساحل وصحراء الجزائر لتبقى تنمية تجارة المقايضة الحدودية الجزائرية ودول الساحل الإفريقي ضرورية من أجل الرقيب الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه